يشارك المنتخب الوطني للذكاء الاصطناعي في الأولمبياد العربي الذي ينطلق في العاصمة الأردنية عمانة وينظمه مركز تيم سنتر بالأردن بإشرافه ممثلة للأولمبياد باليمن أكاديمية الموهبين مكتب الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي ويضم منتخب بلادنا المشارك في المنافسة طلاب كلية علوم التطبيقية والإنسانية بجامعة المهرة وطلاب ثانويات سماع عدن والنورس النموذجيتين وثانوية الجودة الدولية حيث ستتم مشاركة عدد من الفرق حضوريا وفرق أخرى بشكل غير مباشر ويتضمن الأولمبياد المسابقات في مجالات الرياضيات والخوارزميات والبرمجة والرؤية الحسوبية والنظام المضمن والأمن السبراني وتأتي مشاركة طلاب الجامعات والثانويات بهدف كسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين وبناء قدراتهم المهارية والعلمية في مجالات الذكاء الاصطناعي ليصبحوا قادرين على مواكبة المتغيرات الحديثة والتقنيات الهامة التي أصبحت من الضرورات في حياة الشباب الطامحين للحصول على وظائف المستقبل النوعية